بسم الله الرحمن الرحيم لا حجة علينا يا رب العالمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل أما بعد فإن العبودية لله سبحانه وتعالى هي الأصل الذي خلق الله عز وجل الخلق من أجله كما قال سبحانه وتعالى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ فإن هذه الآية الكريمة تبين لنا أن الغاية من إيجاد الخلق هي عبادة الله وحده لا شريك له وكما قال سبحانه وتعالى يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمُ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ فقد أمر الله سبحانه وتعالى بعبادته وحده لا شريك له وأمره يقتضي الوجوب وبين الغاية من الأمر بالعبادة وهي تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رسالة مختصرة في هذا الأصل عرفت عند العلماء باسم العبودية وهي عبارة عن جواب لسؤال عن العبادة وفروعها وعن الدين هل كله داخل في العبادة؟ وهل هناك شيء أعظم من العبادة؟ فأجاب رحمه الله تعالى بهذه الرسالة العظيمة في معناها الصغيرة في مبناها وتكلم فيها على قضايا أساسية وهي أولاً معنى العبادة وأنواعها وثانياً العبادة العامة والعبادة الخاصة والفرق بينهما وثالثاً بيان بعض العبادات القلبية وهي الإخلاص لله عز وجل والاستعانة به والتوكل عليه والمحبة له ولما شرعه وما يلزم من ذلك من محبة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة المؤمنين فالكتاب كله يدور على هذه القضايا الثلاث وهو في جميع ذلك يقرر الحجج النقلية والعقلية ويرد على المخالفين ويبدئ ويعيد في إضاح الحق ويورد الاعتراضات ويوجيب عنها كعادته رحمه الله تعالى فيما يمكن أن نسميه بالكرم العلمي فإن شيخ الإسلام رحمه الله يسأل عن المسألة فيجيب عنها وعن سائر ما يتعلق بها ونبدأ مستعينين بالله عز وجل في استعراض وترتيب مضامين هذا الجواب المبارك سائلين الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم السائل الذي وجه هذه المسألة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكان سبباً في هذا الجواب النفيس وأن يرحم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمةً واسعة وسائر علماء المسلمين وبدأ رحمه الله بتعريف العبادة وذكر أن العبادة في أصل معناها هي الذل يقال طريق معبد إذا كان مذللاً قد وطئته الأقدام والعبادة في الشرع اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة وهذا التعريف الذي ذكره ابن تيمية رحمه الله يعتبر من أعم تعريفات العبادة وأجمعها وهو أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة والدين كله داخل في العبادة فإنه يدخل فيه الصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعاء والاستعانة والتوكل والخوف والرجاء وأمثال ذلك من العبادات هذه هي العبادة وأما العبودية فهي لفظ يتضمن كمال الحب وكمال الذل فلا بد من هذين الركنين الأول كمال الحب والثاني كمال الذل فلا يكفي الحب وحده ولا يكفي الذل وحده في تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى بل لا بد من وجودهما بل وجودهما وحده لا يكفي فلا بد من كمال كل واحد منهما وهذا خلافاً لمن يتوهم أن العبودية هي مجرد ذل لا حب معه أو مجرد حب لا ذل معه ولهذا يقول بعض السلف من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجع ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري فإن قال قائل إذا كان جميع ما يحبه الله سبحانه وتعالى داخلاً في العبادة فلماذا ذكرت العبادة وعطف عليها غيرها؟ كما في قوله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين فقد ذكرت العبادة في قوله إياك نعبد وذكرت الاستعانة في قوله نستعين وكما في قوله سبحانه وتعالى فاعبده وتوكل عليه فأمر الله سبحانه وتعالى بالعبادة وعطف عليها التوكل فالجواب على هذا من وجهين الوجه الأول أن المعطوف كالاستعانة والتوكل في هذين المثالين تارة يكون بعضاً من المعطوف عليه لكنه يعطف عليه تخصيصاً له بالذكر لكونه مطلوباً من جهتين من جهة المعنى العام ومن جهة المعنى الخاص وهذا يدل على أهميته لأن المطلوب من وجهين أهم من المطلوب من وجه واحد فحاصل هذا الوجه أن الاستعانة والتوكل عطف على العبادة في هاتين الآيتين الكريمتين للتنبيه على أهميتهما الوجه الثاني أن دلالة الإسم تتنوع بحال الإفراد والاقتران فإذا أفرد نعم وإذا قرن خص وهذا كسم الفقير والمسكين فإن الفقير إذا أطلق دخل فيه المسكين والمسكين إذا أطلق دخل فيه الفقير فإذا قرن دل الفقير على معنى والمسكين على معنى فكذلك العبادة إذا أطلقت فإنها تعم الاستعانة وتعم التوكل وإذا قرن بها الاستعانة أو التوكل أو غيرهما من العبادات فإن الاستعانة تدل على معنى وهو طلب العون من الله سبحانه وتعالى والتوكل يدل على معنى وهو الاعتماد على الله وتفويض الأمور له وإذا تقرر هذا فالعبادة نوعان النوع الأول عبادة عامة يدخل فيها جميع المخلوقين من الأبرار والفجار والمؤمنين والكفار وأهل الجنة وأهل النار فهم معبدون لله سبحانه وتعالى مذللون له كما قال الله عز وجل وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وقوله من هنا لفظ عام يشمل جميع الخلق فهم طائعون لله سبحانه وتعالى مستسلمون له فقد ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن الكائنات كلها مستسلمة لله متعبدة له التعبد العام وليس لأحد من المخلوقات أن يخرج عما شاءه الله عز وجل وقضاه وقدره على عباده فإنه رب العالمين ومدبرهم وكل ما سواه سبحانه وتعالى فهو مربوب لله فقير إليه مقهور لأن الله سبحانه وتعالى هو الواحد القهار هذه هي العبادة العامة النوع الثاني عبادة خاصة بالمؤمنين فهم عابدون لله عز وجل أما الأولون فمعبدون أما المؤمنون فهم عابدون لله عز وجل مطيعون لأمره وأمر رسله وهذه العبادة هي عنوان التوحيد الذي هو لا إله إلا الله وهي مبنية على أصلين عظيمين هذا النوع من العبادة وهو العبادة الخاصة مبني على أصلين عظيمين الأصل الأول ألا يعبد إلا الله والأصل الثاني ألا يعبد الله إلا بما شرع لا بالأهواء والبدع كما قال الله سبحانه وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وبهذين الأصلين تتحقق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله والعبادة الخاصة تفارق العبادة العامة من عدة وجوه وهذه الوجوه معرفتها مهمة جدا الوجه الأول أن العبادة الخاصة هي الغاية المحبوبة لله سبحانه وتعالى المرضية له التي خلق الخلق من أجلها كما قال الله سبحانه وتعالى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ الوجه الثاني أن العبادة الخاصة هي التي أرسل الله سبحانه وتعالى الرسول من أجلها فكل رسول افتتح دعوته بالدعوة إلى عبادة الله سبحانه وتعالى كما قال الله عز وجل وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِيْعْبُدُوا اللَّهِ وَكَمَا قَالَ عَزَّ وَجَلُّ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ الوجه الثالث أن الله سبحانه وتعالى جعل العبادة الخاصة لازمة لرسله وأوليائه حتى الموت كما قال سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ فالمراد باليقين كما فسّره أهل العلم الموت ووصف عباد الرحمن بهذا الوصف فقال وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الذين يمشون على الأرض هون فوصفهم بوصف العبودية وكذلك وصف بهذا الوصف ملائكته الكرام فقال سبحانه وتعالى وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُنَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ فذكر أنهم لا يستكبرون عن عبادته وقال سبحانه وتعالى عن أهل الجنة عين يشربوا بها عباد الله ووصف الله سبحانه وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف في أشرف المقامات فوصفه بذلك في مقام الإسراء كما في قوله سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ووصفه بهذا الوصف وهو العبودية لله عز وجل في مقام إنزال الوحي عليه فقال فأوحى إلى عبده ما أوحى ووصفه بهذا الوصف في مقام الدعوة فقال سبحانه وتعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه فهذه الآيات ونحوها تدل على أن العبادة الخاصة تلزم المؤمنة إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى الوصف الرابع أو الأمر الرابع أن كمال المخلوق يكون في تحقيق عبوديته لله عز وجل وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية لله عز وجل ازداد كماله وعلت درجته وكلما أعرض عن العبودية لله عز وجل ازداد نقصا وجهلا الوجه الخامس أن العبادة الخاصة هي سبب النجاة من الشيطان كما قال سبحانه وتعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكما قال سبحانه وتعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين وكلما كان العبد له عناية بهذه العبودية الخاصة كلما كان أقرب نجاة وسلامة من كيد الشيطان الوجه السادس أن القلب لا يصلح ولا يفلح ولا يسر ولا يلتذ ولا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن إلا بعبادة الله عز وجل ولو حصل له كل ما يلتذ به دون عبادة الله فإنه لا يطمئن ولا يسكن لأن القلب فيه فقر ذاتي إلى الله سبحانه وتعالى فالله عز وجل هو معبوده ومحبوبه ومطلوبه وبذلك أي بعبادة الله يحصل للقلب الفرح والسرور والنعمة والطمأنينة والسكينة الوجه السابع أن العبودية لله سبحانه وتعالى يحصل بها التحرر من عبودية المخلوقين فكلما ازداد العبد عبودية لله ازداد حرية عما سواه ومن لم يكن الله عز وجل معبوده ومنتهى إرادته فلابد أن يكون له مراد يكون عبدا له إما المال وإما الجاه وإما الصور الحسنة وإما غير ذلك والعبودية لما استعبد القلب العبودية تكون لما استعبد القلب فعبودية القلب هي التي يترتب عليها الثواب والعقاب والحرية كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله هي حرية القلب والعبودية هي عبودية القلب فهذه الوجوه تبين لنا أهمية العبادة الخاصة وبعد أن عرفنا أن العبادة قد تكون عبادة عامة لجميع المخلوقين وقد تكون عبادة خاصة للأبرار فهناك فرق عظيم بين العبادة العامة والعبادة الخاصة وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا الفرق ونبه على أهميته وقال هذه المسألة مقامها عظيم وذلك للدلال على أهميتها ولوجود الانحراف في فهمها لأن بعض الناس ظنوا أن المقصود هو العبادة العامة فهذه المسألة مقامها عظيم لأنه بمعرفة هذا الفرق بين العبادة العامة والعبادة الخاصة يعرف الفرق بين العبادة التي طلبها الله سبحانه وتعالى وقصدها من عباده وغيرها وقد غلط بعض الناس في هذه المسألة على أهميتها واشتبه أمرها عليهم فإن كثيرا من الناس يقفون عند النوع الأول وهو العبادة العامة التي يسمونها الحقيقة الكونية وهي اعتقاد ربوبية الله سبحانه وتعالى لكل شيء وأنه خالق لأفعال العباد ومريد لجميع الكائنات ويظنون أن هذا هو طريق الخواص الذين هم أولياء الله سبحانه وتعالى وهذا ظلال مبين وقد ترتب عليه آثار سيئة من هذه الآثار أولا اعتقاد سقوط التكليف بالأمر والنهي عن من شهد هذه الحقيقة الكونية ولهذا يقولون من شهد الإرادة سقط عنه التكليف يعني من شهد أن الله سبحانه وتعالى مريد لجميع الكائنات فقد سقط عنه الأمر والنهي وصار من الخاصة أما التكليف بالأمر والنهي فيقولون هذا يكون للمحجوبين الذين لم يشهدوا هذه الحقيقة الكونية وربما استدل بعضهم بقوله سبحانه وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ويفسرون اليقين هنا بالحقيقة الكونية وهذا كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله باطل وكفر صريح فإنه قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن الأمر والنهي لا زمان لكل عبد ما دام عقله ثابتا إلى أن يموت لا يسقط عنه بشهود حقيقة كونية ولا بغيرها هذا الأمر الأول الأمر الثاني هو التسوية بين المؤمنين والكافرين وأهل الحق وأهل الباطل فإن إبليس معترف بهذه الحقيقة الكونية كما في قوله رب فأنظرني إلى يوم يبعثون وهذا يؤدي إلى أنه لا فرق بين المؤمنين وإبليس بل آل الأمر بأصحاب هذا الاتجاه إلى التسوية بين الله سبحانه وتعالى والأصنام كما ذكر الله سبحانه وتعالى أنهم قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين بل وصل ببعضهم الضلال إلى أن سوى الله سبحانه وتعالى بكل موجود وجعل كل موجود يستحق العبادة والطاعة وهذا ضلال عظيم وسببه عدم التفريق بين العبادة العامة والعبادة الخاصة الأمر الثالث الضلال في باب القدر فإن غلات الذين لا يفرقون بين العبادة العامة والعبادة الخاصة يحتجون بالقدر في كل ما يخالف الشريعة وهؤلاء كما يقول رحمه الله من أعظم أهل الأرض تناقضا بل كل من احتج بالقدر متناقض فإنه لا يمكن أن يقر كل آدمي على ما فعل به فإذا ظلمه ظالم أو ضربه فإنه يقال له إن كان القدر حجة فدع هذا الظالم يفعل بك ما يشاء وإن لم يكن حجة فإن قولك يبطل حينئذ الأمر الرابع من آثار عدم التفريق بين العبادة العامة والعبادة الخاصة الابتداع في الدين وعدم التقيد بالشرع كحال المشركين الذين يترددون بين البدع المخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى أو الاحتجاج بالقدر على مخالفة شرع الله سبحانه وتعالى كما ذكر الله عز وجل ذلك عنهم في قوله وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا وهؤلاء يسمون ما يحدثونه من البدع حقيقة كما يسمون ما يحتجون به من القدر حقيقة أيضا وطريقة الحقيقة عندهم هي السلوك الذي لا يتقيد صاحبه بالشرع في الأمر أو النهي الأمر الخامس اتباع الهواء فالعمدة عندهم اتباع آرائهم وأهوائهم دون اتباع أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم كما قال فيهم بعض العلماء أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري أي مذهب وافق هواك تمذهبت به وهكذا فإن من يخالف ما بعث الله سبحانه وتعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يكون متبعا للدين الذي شرعه الله عز وجل لعباده وإنما يكون متبعا لهواه وقد حذر الله سبحانه وتعالى من اتباع الهواء وأمر باتباع الشريعة فقال سبحانه وتعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون وبهذا يتبين الفرق بين العبادة العامة والعبادة الخاصة وأن العبادة الخاصة هي الحقيقة الشرعية التي جاء جميع الرسل للدعوة إليها وأما الاكتفاء بالحقيقة الكونية وهي العبادة العامة فإن ذلك ظلال مبين ويترتب عليه آثار سيئة ومفاسد عظيمة وبعد أن ذكر رحمه الله أن الدين كله داخل في العبادة ومثل لذلك بجملة من العبادات القلبية والقولية والفعلية تكلم على بعض العبادات وذلك لأهميتها ولأنها تعتبر أصلاً لغيرها من العبادات والعبادة الأولى هي الإخلاص ومعناه الإقبال على الله سبحانه وتعالى والإعراض عما سواه كما قال الله عز وجل فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيم منيبين إليه واتقوه ولا تكونوا من المشركين وكما قال سبحانه وتعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدين والقلب إذا ذاق طعم الإخلاص انقهر هواه واندفع عنه اتباع الهوى والفحشاء فإن الله سبحانه وتعالى يصرف عن عبده ما يسوءه من الميل إلى الصور المحرمة بسبب إخلاصه لله سبحانه وتعالى كما قال عز وجل كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين فالله عز وجل يصرف عن عبده ما يسوء الله سبحانه وتعالى من الميل إلى الصور المحرمة بسبب ما عند العبد من الإخلاص لله عز وجل وإذا كان العبد مخلصا لله اجتباه الله عز وجل وأحيا قلبه وصرف عنه ما يضاد ذلك من السوء والفحشاء بخلاف بخلاف القلب الذي لا يخلص لله فإنه يهوى ما يعرض له كالغصن أن ينسي من مر به أما له كما أن القلب الذي لا يخلص لله عز وجل تستولي عليه الشياطين ويكون فيه من السوء والفحشاء ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى كما أنه يكون خاضعا ذليلا لغير الله فالقلب إن لم يكن حنيفا مقبلا على الله معرضا عما سواه كان مشركا كما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في الآية السابقة في قوله فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها ثم قال في الآخرة في آخر الآية ولا تكونوا من المشركين منيبين إليه واتقوه ولا تكونوا من المشركين العبادة الثانية الاستعانة بالله وذلك أن الإنسان مجبول على أن يريد شيئا وأن يستعين بشيء في تحصيل هذا المراد وهذا أمر ضروري لكل إنسان لأن كل إنسان همام متحرك بالإرادة والشيء المراد قسمان إما مراد لنفسه وإما مراد لغيره والمستعان به قسمان مستعان به لنفسه ومستعان به لغيره وإذا تدبر الإنسان حال نفسه وحال الناس وجدهم لا ينفكون عن هذين الأمرين فلا بد للنفس من شيء تطمئن إليه وهو إلهها ومن شيء تثق به وتعتمد عليه وهو مستعانها والله سبحانه وتعالى هو المقصود المطلوب وهو المعين على المطلوب ولا تتم العبودية إلا بهذين الأمرين والعبد فقير إلى الله سبحانه وتعالى من جهتين من جهة العبادة لله عز وجل ومن جهة الاستعانة به فهو فقير من جهة العبادة لأنه لا يفلح ولا يصلح حاله إلا بعبادة الله سبحانه وتعالى وهذا لا يحصل إلا بمعونة الله عز وجل له كما قال الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين فالأول من معنى الألوهية الأول وهو العبادة من معنى الألوهية والثاني وهو الاستعانة من معنى الربوبية والعبد مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى من حيث هو المطلوب المعبود ومن حيث هو المسؤول المستعان به ويبين ذلك أن العبد لو سعى في مطلوبه من غير أن يستعين بالله عز وجل فإنه لا يحصل له مقصوده لأن ما شاء الله عز وجل كان وما لم يشأ لم يكن ولو أعين على حصول مقصوده ولم تحصل عبادة الله سبحانه وتعالى فإنه لا تحصل له حقيقة العبودية لله عز وجل بل يكون له من الآلام والحسرة والعذاب النفس بحسب تركه لعبادة الله سبحانه وتعالى العبادة الثالثة التوكل على الله والعبد يجب عليه أن يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى وأن يفوّض أمره له لأن الله عز وجل هو الحي الذي لا يموت كما قال سبحانه وتعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت ومن عداه ممن يعتمد عليه لا يخلو من أن يكون قد مات أو أن يكون سيموت فلا يتحقق به المطلوب ومن أعظم ما يتوكل على الله سبحانه وتعالى فيه طلب الرزق فإن العبد لا بد له من رزق فإذا طلب رزقه من الله صار عبداً لله وإذا طلب رزقه من مخلوق صار عبداً لهذا المخلوق ولهذا كانت مسألة المخلوق محرمة في الأصل وإنما أبيحت من أجل الضرورة ويدل على هذا الكتاب والسنة أما الكتاب ففي قوله سبحانه وتعالى واسألوا الله من فضله وقوله سبحانه وتعالى فابتغوا عند الله الرزق ولم يقل فابتغوا الرزق عند الله وإنما قال فابتغوا عند الله الرزق وذلك لأن تقديم الظرف وهو عند يدل على الاختصاص والحصر فكأنه قال سبحانه وتعالى لا تبتغوا الرزق إلا عند الله عز وجل ويقول صلى الله عليه وسلم وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعم بالله ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا لأن يأخذ أحدكم حبلة فيذهبوا فيحتطبوا خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه وجاء في المسند أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان يسقط من يده الشيء فلا يقول لأحد ناولني إياه ويقول إن خليلي صلى الله عليه وسلم أمرني أن لا أسأل الناس شيئا وبالتوكل على الله سبحانه وتعالى والطمع في فضله يستغني قلب العبد عن المخلوقين كما أن الطمع في المخلوقين وفيما عندهم يوجب العبودية لهم كما قيل استغني عن من شئت تكن نظيرة وأفضل على من شئت تكن أميرة واحتج إلى من شئت تكن أسيرة وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد وإليك المشتك وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك ولما قرئ على الإمام أحمد رحمه الله في مرضه أن طاوس بن كيسان كان يكره أنين المريض لأن ذلك من الشكوى لم يئن الإمام أحمد رحمه الله حتى مات وأما الشكوى لله سبحانه وتعالى فهذه لا تنافي الصبر كما ذكر الله عز وجل لعن نبيه يعقوب أنه قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وهو الذي أوصى أولاده بأن يصبروا صبرا جميلا فقال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون والصبر الجميل هو الصبر الذي ليس معه شكوى إلى المخلوقين العبادة الرابعة هي المحبة لله سبحانه وتعالى لما لما أمر به فعبد الله هو الذي يحب الله ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم ويحب ما يحبه الله ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم وكلما ازداد قلب العبد حبا لله ازداد عبودية له وكلما ازداد عبودية لله ازداد حبا لله سبحانه وتعالى فهناك تلازم بين العبودية والمحبة فالعبد كلما ازداد عبودية لله ازداد محبة له وكلما ازداد محبة له ازداد عبودية له ويدل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود للكفر كما يكره أن يقذف في النار والله سبحانه وتعالى قد جعل لمحبته علامتين العلامة الأولى هي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك بأن يصدقه العبد فيما أخبر ويطيعه فيما أمر ويتأسى به فيما فعل والله سبحانه وتعالى أنزل للمحبة محنة يمتحن بها المحب فقال سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فلا يكون محبا لله إلا من يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعة الرسول ومتابعته هي تحقيق العبودية لله عز وجل العلامة الثانية لمحبة الله عز وجل هي الجهاد في سبيل الله والمراد به الاجتهاد في حصول ما يحبه الله ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم من الإيمان والعمل الصالح ودفع ما يبغضه الله ورسوله من الكفر والفسوق والعصيان والمحبوبات لا تنال غالبا إلا باحتمال المكرهات والمحب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم إذا لم يحتمل الأذى في سبيل حصول محبوب الحق ودفع ما يكرهه دل ذلك على ضعف المحبة في قلبه فالجهاد في سبيل الله يتضمن كمال محبة ما أمر الله به وكمال بغض ما نهى الله عنه ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في وصف من يحبهم ويحبونه يا أيها الذين آمنوا من يرتدوا منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه واتباع شريعة الله والقيام بالجهاد في سبيل الله من أعظم الفروق بين أهل محبة الله وأوليائه الذين يحبهم ويحبونه وبين من يدعي محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم وهو متبع لبعض البدع المخالفة للشريعة فإن هذه الدعوة من جنس دعوة اليهود والنصارى الذين ادعوا المحبة لله سبحانه وتعالى وهم كاذبون ادعوا محبة الله عز وجل لهم وهم كاذبون كما قال الله سبحانه وتعالى وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق الآية ودين الله الحق هو تحقيق العبودية لله عز وجل وبقدر تكميل العبودية لله عز وجل تكمل محبة العبد لربه وتكمل محبة الرب لعبده وبقدر ما ينقص من هذا ينقص من هذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا محبته ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة ما جاء به ومحبة أوليائه المؤمنين إنه سميع مجيب وهذه خلاصة للقضايا الأساسية التي قررها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الجواب النافع أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر